كرم فرع المؤتمر الشعبي العام في الدريهمي والسلطة المحلية فريق شباب الدريهمي بكاس انتفاضة الثاني من ديسمبر وتوجى فريق شباب الدريهمي بكاس البطولة بعد فوز بركلات الترجيح على فريق عمالقة الزرانيخ في المباراة النهائية التي جرت عصر الأربعاء على أرضية الملعب الرياضي بمنطقة النخيلة مديرية الدريهمية بدأ الشوط الأول بحماس كبير وأدى جيد من كلا الفريقي تخلله ضياع العديد من الفرص لكل الفريقين وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتجه الفريقان لضربات الترجيح التي تألق فيها حارس مرمى الدريهمي محمد تقي وانتهت المباراة بفوز فريق شباب الدريهمية